السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف موقع اسمه فليكس. الموقع هذا قوي جدا بيدينا شوات امكانيات حلوة في موضوع تحويل برومت لصور. طيب دي صفحته على الهاجينج فيس. لسه نروح للموقع نفسه. هتجي هنا تكتب اي حاجة انت عايزها وتقول له ران. يبدأ يعملك صور كترة جدا. مجانا في السواني. تمام. وتقدر تتحكم في الويتس والهاي وعدد الصور اللي انت عايزها تطلع معك. وممكن تقول له ران تاني في عمل لك صورة تانية مختلفة تماما عن اللي انت آآ شفتها المرة اللي فاتت. بالشكل دهوت. طيب تعال نروح بقى ايه. للموقع نفسه. هنا مسلا عندي ده بكتب الانبوت اللي انا عايزه هنا. ماشي. ولياكم مسلا هكتب معايز. وقول له ران. بتدي البرومت وبعد كده بتشوف الصيز اللي انت عايزه. وبعد كده تشوف سينك مود بحس انه يتزامن معك في السواني. يعمل لك صورة بالشكل دوت. اهه. طيب ده الموقع بقى نفسه. خلينا نروح له. الموقع الاساسي. اهه. الموقع اول حاجة بلاقي في الهوم هنا. ان انت تقدر تعمل الران لفال اي اي فليكس. وهتلاقي مجموعة ببيرة جدا من التولز اللي انت ممكن تستخدمها. زي فليكس وان. في حاجات مسلا خاصة بالفلو. كلها حاجات خاصة بتحويل البرومت لسورة اغلبيتهم. وهنجوف ايه الحاجات تانية اللي متعلقة مسلا بالصوت او بالفيديوهيات والحاجات دي كلها. هو محتمد على اغلبية البرامج الاوبن سورس. طيب تعالي ندخل على الموضل الجالري. بلا اهو. الفليكس تدر تجربه من هنا. ممكن تجرب حاجات زي اللايتنج. ممكن تجرب حاجات زي دينامج بايو ايفيل. هنا هتلاقي طورز كتيرة. ممكن تقول له انا عايز حاجات خاصة بالقمش توقمش. هتدي لك صورة وانت عدل عليها. ممكن يعمل لها اوب سكيل. في حاجات كتيرة خاصة بالاوب سكيل. يعني يتكبر لك جودة الصورة بحيس لما تعمل زوم تطلع معجب شكل كويس. في حاجات خاصة بالتحسين الرطوش في الصورة. في حاجات خاصة بالوجوه. في حاجات خاصة بالتعديلات. في حاجات خاصة بالنتدلو بروميك يحوالي لصورة بساعتها. يعني ممكن تتيجي هنا وتختار اللي انت عايزه وتقول له ران مثلا. يبدأ ان هو يعمل لك الصورة. برضو تقدر تعدل تختار. يعدال لك في الصورة على طول. فهتلاقي فيك 100 تولز قوي جدا تعمل لانت عايزه. طبعا ابي اي بحيس تربط موقعك بي وعمل لك الصورة على طول. طيب خلينا نروح كده للصفحة الرئاسية ونتلع فيه خالص. جرب بقى التكستو اديو التكستو سبيتش يعني تكتب حواليك لصوت امش تو سري دي. في هنا عندنا الورك في لوب بتبدأ تربط حاجات ببعض بحيس توصل اللي انت عايزه. يعني ممكن تعمل حاجة خاصة بيه المعماري. هو يبدأ يربطهم مع بعض بحيس تبدأ اول ما تبدو المعلومة يبدأ يعمل ران الحاجات دي. الحاجات تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. يعني هنا مسلا اول ما تبدأ تدخل الصورة هيبدأ يقولك انت عايز اي ستايل من الاستايلات كلاسيك ولا عايز ريوستيك ولا عايز رومانتيك. يبدأ يسألك الاسئلة دي. وفي الاخر يطلع لك النتيجة اللي انت محتاجة هنا. يجيب لك الصورة بشكل كويس. وفيه كونفاي كونفاي يو اي تقدر طبعا لك على الجهاز بتاعك لانه اوبن سورس. في مثلا امش تو فيديو نفس الفكرة ان انت هتدي له صورة هيبدأ ان هو يعمل بعض التعديلات. تعديلات دي بتحكم فيها لحد ما يدي لك الفيديو زي ما انت عايز. مجرد ان انت هتديل الصورة. بعد كده تقول له ران. يبدأ بقى ان هو يعمل تعديلات دي. تعديلات دي كلها تقدر تحكم فيها. مسلا مجدر التزام بالصورة. الويتس. الهاي. الكم فريم. كل حاجات دي تقدر ان انت تتعدل فيها. وبعد كده تقول له ران. يبدأ ان هو ياخد الصورة انت التهلك. يعمل لك لها الفيديو. دي الصورة هي. ويبدأ ان هو يعمل لك الفيديو اللي انت عايزه.